اشتركوا في القناة القمر مازال موجود في العقرب في منزلة القلب وهي جيدة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة وحكينا بما ان القمر راح يكون موجود في العقرب معناته هاي الفترة كلنا منشعر انه منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدته بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن انه ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغوط عاطفية محبطة بوسعنا شراء بوليس التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار حاسم او شراء بيت اما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي راح تتشكل خلال هذا النهار اول زاوية راح تكون زاوية التقابل سلبية بين القمر وارانوس راح تكون في تمام الساعة ستة واحد وثلاثين دقيقة مساء يعني بعد الحلقة بتوقيت جرينيش ابتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية بطيئة يعني تأثيرها لسه بده يستمر كمان سبع ايام الها سبع ايام متشكلة ولكن بدها كمان سبع ايام قادمة هي زاوية تزديس ايجابية بين عطارد ونبتون راح تكون في تمام الساعة عشر وواحد واربعين دقيقة ظهرا بنصبح قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حولنا دون ان يعبروا عنها بصراحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي اخر زاوية هي زاوية التقابل سلبية راح تكون بين القمر والشمس وهي معناها اكتمال القمر يعني بصير بدر راح تكون في تمام الساعة عشر وخمس واربعين دقيقة ظهرا بتخلق هاي الاتصال او هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والفكر وممكن ينعكس سلبا على علاقتنا مع الاخرين هيك بتكون اخر زاوية هاي لخلال هذا اليوم طبعا في زوايا ثانية بتيجي بعد حلقة الغد فمنذكرها بعد خلق حلقة الغد ان شاء الله اما بالنسبة للقمر بما انه موجود في القمر معناته خلو المسار القادم راح يكون يوم ثمانية خمسة في تمام الساعة ثنتين وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة سبعة وخمستعشر دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر لبرج القوس اما بالنسبة لعمر القمر القمر المكتم البدر خمستعشر يوم في تمام الساعة اربعة ونص مساء يصبح ستعشر يوم نسبة الاضاءة مية في المية يعني عند غروب الشمس لما بيطلع القمر بشرق القمر لو شفته بتشوفه مكتمل مية بالمية بيكون اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم يعني فيه اشخاص بيقرأوا لما انا بيحكي مثلا الشمس في الثور حتى عشرين خمسة هاي معناها انه لغاية عشرين خمسة راح يضل الشمس في الثور مزاجه ممتزج وهو اليوم مزاجه ممتزج ممكن بكرة يصير سعيد يمكن بعد بكرة يصير منتحس فعشان هيك طيب شو سبب الممتزج انه متقلب بيكون بين سعيد ونحيس سعيد ونحيس طول اليوم بسبب الزوايا اللي بيشكلها بما انه عامل اغلب الزوايا بتكون سلبية فبيكون مثلا سلبي اكثر لما بيشكل زاوية ايجابية بيصير ايجابي فعشان هيك بتقلب طول اليوم فبنسميه ممتزج انه بظله يتقلب بالمزاج القمر في العقرب حتى يوم ثمانية خمسة مزاجه بكرة ممتزج مش لغاية ثمانية خمسة ممتزج انبارح كان سعيد اليوم ممتزج ما بنعرف بكرة ايش بيصير الا حسب الزوايا اللي بتصير عطارد في الثور حتى يوم 11 خمسة مزاجه ممتزج الزهرة في الجوزاء حتى يوم 13 خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى 13 خمسة مزاجه سعيد المشتري في الجدي حتى 14 خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه بكرة منتحس منتحس يعني سلبي يعني ما بعطينا اي ايجابية لما نحكي سعيد معناته بعطينا ايجابيات كثير في مكانه او في بيته اللي هو موجود فيه ممتزج في مكانه او ببيته نفسه بيكون متقلب فعشان هيكي بعطينا صراع بين المشاعر مرة ايجابية ومرة سلبية زحل في الدلو حتى يوم 11 خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى يوم 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أنه القمر موجود في البيت الثامن لا إلك معناته هو ما زال في مرحلة المقابلة فإحنا حكينا لما بكون في البيت السادس والبيت السابع والبيت الثامن يعني بتصاعد البيت السادس من حسب التعب فيه بعدين بتصاعد لأكثر منزلة بصير فيها اللي هي المقابلة اللي هي البيت السابع بنحس بتعب أكثر بعدين في البيت الثامن بتنزل هاي الضغوطات أقل من البيت اللي قبله بعدين بيجي على التاسع اللي هو بيت السفر وهاي بيكون بيت إيجابي لأنه فبيكون بيت ممتاز الآن هو في البيت الثامن فاليوم ثم فرصة لمكسب مالي مصدر وشراكي أو تعويض صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحكم مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسي في التفاوض بتضطر لتقديم بعض التلازلات أو تصحيح الأقطاء بتتقبل آراء الآخرين بدون تحفظ ممكن تنشغل بمعاملة أو ملف خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فشايف برضو النفسي اليوم هي روتينية ولكن ممكن في بعض الأوقات يصير في بعض التقلب في المزاج لأن القمر بيعمل زوايا سلبية كثير خلال هذا النهار فعشان هيك يكون في بعض التقلب على مزاجك خلال هذا النهار وممكن يكون في بعض الحدية وممكن تحاول أنك تفرض رأيك على الآخرين وهذا الإشي يسبب نوع من أنواع المشاكل أما بالنسبة للبيت الثاني فهو إجمالا روتيني ولكن بغلب عليه طابع المصاريف هذا بيت المال فعشان هيك يكون ممكن أنك تحصل بعض الأموال بتيجي عادة من عمل إضافي أو استرداد لبعض الأموال ولكن ممكن أنه برضو تكثر عليك المصاريف خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث اليوم بتكثر عندك الاتصالات والنقاشات الأمور اللي إلها علاقة بالتسويق اللي بيشتغلوا بمجال التسويق أو بمجال توصيل الطلبات هذولا كلهم اليوم بينشطوا بشكل كبير ولكن بغلب عليهم الاندفاع والتهور والعصبية بدهم يديروا بالهم من هاي النقاط اللي عندهم امتحانات يعني على المستوى الابتدائي والثانوي بدهم يدرسوا يستعدوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحظوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع جيد خلال هذا النهار فعشان هيك على مستوى البيت الأمور جيدة ممكن يصير فيه نوع من أنواع التناغم أو التلاقي بينك وبين أفراد العائلة ممكن تنشغل ببعض الأمور البيتية زي تصليحات، ترميمات، مشتريات، التزامات بيتية يعني أو تهتم بشؤون عقارية لكن إجمالا هو يعني تقريبا ما يلا الإيجابي إلا إذا عصبيتك هي سببت المشكلة أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور على المستوى العاطفي متقلبي خلال هذا النهار ما بين إيجابي وسلبي فممكن تحتد على الحبيب أو ممكن تزعل من تصرف لإله أو ممكن أنه يصير في سوء تفاهم أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد جدا على مستوى العمل فاليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة خلال هذا النهار وفي منك رح ينشغل في أمور إلها علاقة إما بأدوية شهرية أو مراجعة طبيب أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة يعني الأمور تقريبا روتينية إلا في ساعات الظهر ممكن يصير في بعض الحدية أو سوء التفاهم ما بينك وبين الشريك اللي هم الأزواج فممكن أنه يحتدوا بكلمة أو بتصرف معين أو سوء تفاهم أو ممكن أنه طلب طلب والشريك ما استجاب له فممكن يصير من خلالها نوع من أنواع الحدية أما بالنسبة للبيت الثامن فهو زي ما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل العلمية أو دينية أو نقاشات سياسية أو أشياء من هذا القبيل فيه منكو بتكثر عندهم الاتصالات وفيه منكو ممكن يهتم بموضوع لغة أو ثقافة جديدة أو أوراق صفر أو قانونية فيه منكو برضو اللي عنده امتحان جامع اليوم بيقدم بشكل جيد ولكن بما أنه الحضوظ مش كتير فمنقولهم اعتمدوا على الدراسة ما تعتمدوا على الحضوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايفه متقلب اليوم يعني فيه سلبية لغاية ساعات العصر وبعدين بصير إيجابي فعشان هيك منقولكم على مستوى بيت السمعة بتكديروا بالكم من أي شيء ممكن يشوه سمعتكم أو أي قرار يكون عصبي حاول ما تتأخر عن دوامك وما تعمل أي خلاف ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة إلى بيتك 11 بيت الأصدقاء فهو جيد وبدعمك بقوة فاليوم ممكن تتواصل مع أحد المعارف أو أحد الأصدقاء وفيه منكو ممكن يبحث مسألة معينة ما بينه وبين صديق أو يقلق بشأن وضع صحي بتعرض له صديق أو مشكلة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور ضغطة شوي على بيت المتاعب فعشان هيك منقولهم ديروا بالكم على صحتكم حاولوا أنكو تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وما تهمل وضعك الصحي نهائيا خلال هذا النهار برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكتكم حافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك لا تعرض لقاءك للفشل بتحمل هاي الفترة توتر لأنها من أكثر أيام الشهر فيها ضغط عشان هيك بدك تحاذر من الخصام وما تعادي أحد اتجنب الخلافات كليا خصمك بالفترة هاي دائما بكون أقوى منك لأن القمر بصير مقابلك مباشرة فبيخفف يعني بزيد الضغط على الطاقة عندك فبتكون طاقتك ضعيفة وفي نفس اللحظة ردات فعلك بتكون عصبية وبدك يدير بالك على وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت الأول فهو متقلب خلال هذا النهار فلحظات بتكون جيد لحظات بتكون منزعج لحظات بتكون عصبي في لحظات بتهتم بحالك لحظات بتهمل بحالك يعني متقلب على أكثر من وجه أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الضغوط على المستوى المالي عالي جدا فمنكم ممكن اليوم يلتزم ببعض الأموال أو مشتريات زيادة أو يصرف بدون حساب بدك تدير بالك من المصاريف لزيادة لأنه مش وقتها أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور على مستوى الاتصالات والمواصلات جيدة وابتدعمك بشكل قوي فاليوم ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك وبرضو اللي عندهم دراسة أو امتحانات بقدموا بشكل جيد ولكن بنصحه منهم ما يعتمدوا على الحظ ويدرسوا برضو يعني نوع من أنواع الاحتياط أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور على مستوى البيت فيها نوع من أنواع الحدية والضغط فهي بتسبب لك نوع من أنواع المشاكل أو التوتر المنزلي أو الالتزامات الزيادة أو خصومة أو اختلاف في وجهة النظر بدك تدير بالك بشكل كبير ما تفاقم الأمور على المستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فهي جيدة على مستوى العواطف فعشان هيك اليوم عاطفيا أنت ممتاز ممكن تتواصل مع الحبيب أو يصير فيه تنازل عن مسألة معينة أو قرار سابق يصير فيه مصالحة أو تقارب بينك وبينه أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل والصحة بدك تدير بالك فاليوم ممكن يتراكم عندك العمل شوي وممكن أنه تهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن جيد جدا بيدعمك على مستوى عالي جدا على مستوى بيت الأموال المشتركة فممكن اليوم تحصل بعض الأموال اللي بتعود لك أو ممكن أنه تهتم بشكات بقروض بديون بأمور بنكية بمؤسسات حكومية مالية يعني الاهتمامات كلها هاي بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن الاهتمام بامتحان أو دراسة لغة جديدة اللي عندهم امتحان جامعي اليوم بيقدموا بشكل جيد اللي عندهم قضية قضائية أو أوراق قانونية يهتموا فيها لأنه اليوم بيكون لمصلحتهم أما بالنسبة للبيت العاشر فهو متقلب على مستوى بيت السمعة فمنلاقي أنه يا غاية منتصف النهار الأمور يعني فيها نوع من أنواع النحوسة ضغطة عليك بشكل كبير أما من ساعات منتصف النهار لغاية المساء بتكون جيدة وبتدعمك بشكل قوي ممكن اليوم يلتفت إليك بعض الرؤسائك بالعمل أو الموظفين أو تنجز بعض الملفات اللي كان صعب تنجزها في الأيام الماضية أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف على مستوى بيت الأصدقاء يعني شوي الأمور فيها نوع من أنواع الحدية والتوتر ولكن إجمالا مش الإشي اللي بيخوف أنه يعمل مشاكل بينك وبين الأصدقاء ممكن تقلق بشأن صديق أو ممكن أنك تطلب طلب من صديق ولكن ما يلبي لك يا خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت المتاعف فهو جيد ممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال المهمة وممكن تهتم بصحتك أو بشأن صحي وممكن تنظر لنوعية الغذاء أو الفيتامينات اللي أنت بتأخذها أهم إشي إذا شعرت بأي عارض وخصوصا في ساعات ما بعد العصر يعني عارض غريب صحيا اتراجع طبيبك برج الجوزاء حاولوا أنك تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم خلال هذا النهار نظموا جدول غذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة بترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافتها راعي ظروفك الصحية هاي الفترة بتعيد ترتيب الأوضاع وبتتحسن أحوالك القمر صحيح أنه موجود في منزلي صعبة يعني في بيتك السادس ولكن يعني شوي ممكن أنت تتجاوزها إن التزمت ببعض التنبيهات اللي إحنا بنحكيها في التوقعات أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور اليوم فيها نوع من أنواع الضغط أو المزاج المتقلب عندك ممكن تشعر ببعض التعب أو الوهن أو الإرهاق أو مللك من الروتين حاول أنك ما تستسلم لهذه الأمور خلي أمورك تمشي بشكل طبيعي أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد اليوم ممكن اليوم تنشغل في بعض الملفات المالية أو بعض المشتريات أو الالتزامات المالية في منكو رح يحصل بعض الأموال إلها علاقة إما بالعمل الإضافي أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور ضاغطة فعشان هيك اليوم العصبية والحدية غالبة عليك ممكن تتوتر وتعصب من أي موضوع ممكن يثار أو نقاش ينفتح حاول أنك ما تفقد سيطرتك على نفسك وما تعصب خلال هذا النهار أثناء تنقلاتك بسيارة بدك تهتم برضو أنك ما تتعجل على أساس خوف من الحوادث الطارئة أما بالنسبة لللي عندهم امتحنات بدهم يدرسوا بشكل جيد ويستعدوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف يعني فيه نوع من أنواع الحدية على مستوى البيت أو بعض المشاكل اللي ممكن تصير من خلافات أو ردات فعل أو حساسية من موقف معين سوء تفاهم كلها هاي ممكن إنها تصير خلال هذا النهار أي وحد فيهم ممكن كلهم مع بعض يصيروا فعشان هيك بدك تكون جاهز للأمور ما تفقد سيطرتك على نفسك وبرضو في نفس اللحظة اهتم بشغلك وعمالك الروتينية المنزلية بدون عصبية أما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي روتيني تماما فبتتعامل على حسب طبيعتك خلال هذا النهار بينك وبين الحبيب بدون لا زيادة ولا نقصان أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع جيد على مستوى الشراكة فاليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التناغم ما بينك وبين الشريك بالمال أو شريك العاطفي اللي هو زوج أو زوجة وممكن يصير فيه مصالحة أو تلاقي على نقطة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن برضو جيد على مستوى الأموال المشتركة فهذا بيدفع بعض المصالح المالية للتحسن خلال هذا النهار إن كانت عقود مالية تجربة مالية أمور إلها علاقة بالبورصة أمور إلها علاقة مثلا بالبنوك في مؤسسات حكومية زي تأمين زي ضريبة كلها هاي الأمور بتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بيدعمك بشكل قوي على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض الأوراق اللي معنية بالسفر وفي منكو رح يهتم بإما بنقاش معين أو ثقافة معينة أو دراسة لغة معينة واللي عنده امتحان جامع اليوم رح يقدم بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور يعني شوي إيجابية على مستوى بيت السمعة بتدعمك بإنجاز كثير من الأعمال المهمة رغم أنك أنت حاسس أنه ما عندك طاقة ولكن برضو بتقدر تنجز أعمالك المهمة في منكو ممكن يتعاون مع زميل أو رئيسه بالعمل في مسألة معينة بس أهم شيء أنه ما يتأخر عن دوامه وما يحاول يعمل مشكلة من لا شيء أما بالنسبة إلى بيتك 11 فهو يدعم علاقاتك وأصدقائك ممكن يصير تواصل ما بينك وبينهم أو الاتفاق على مسألة معينة أو ممكن تطلب طلب من صديق خلال هذا النهار فيلبي لكية أما بالنسبة إلى بيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة فممكن اليوم أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وفي منكو رح يهتم بشأن صحي يعني شغلات عابرة بسيطة مش شغلات مهمة وممكن أنه تلجأ لأخذ بعض المسكنات برج السرطان طبعا القمر موجود في البيت الخامس لعندكم بتتجتازوا اليوم يوم إيجابي بيبعث على البهج والانشراح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز ضع مخاوفك على جنب هيك وما تتهرب من المسئوليات الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام يعتبر هاي الفترة من أفضل الفترات اللي بتمر خلال هذا الشهر أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم بشحنك بطاقة عالية جدا لدرجة أنه اليوم نفسيتك ممتازة مشحون بطاقة إيجابية عندك سرعة بديهة عالية وبرضو في عندك اهتمام شخصي بشخصك أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني صحيح الأمور المالية متقلبة خلال هذا النهار ولكن هذا بعطي بصيص أمل لبعض موليد برجة سرطان بينهم يحصلوا بعض الأموال اللي بتجيهم إما من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو المساعدة أما بالنسبة للبيت الثالث فهي جيدة على مستوى النقاشات والاتصالات والمواصلات والامتحانات وتعاملك مع أخ أوجر كلها هاي بتكون إيجابية اللي عنده امتحان على مستوى الامتحانات المدرسية اللي هو ابتدائي وثنوي ممكن اليوم يقدم بشكل جيد ولكن أنا بقوله يحاول أنه يدرس بكون أفضل ما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت الأمور هادية يعني ما فيها الأمور الكبيرة الحادة بالعكس أنت بتتعامل بشكل روتيني يعني بتنجز المهام والأمور المطلوبة منك بشكل روتيني ما في أي شي يستفزك أو يعصبك إلا إذا كانت طبيعة الشريك هي هيك أو الحبيب أو اللي في البيت هم نفسهم بيخلقوا المشاكل فممكن تتوتر ولكن إجمالا أنت بتقدر تسيطر على نفسك أما بالنسبة للبيت الخامس زي ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس يعني شايف الأمور روتينية على مستوى العمل يعني بتعمل الأشياء المطلوبة منك الضرورية بشكل روتيني وممكن تهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو متقلب خلال هذا النهار على مستوى بيت الشراكة فممكن اليوم لغاية ساعات الظهر يكون فيه نوع من أنواع الحدية والعصبية أو التقلب في المزاج فيه منك ممكن يتوتر لمسألة معينة أو ممكن يصير صدام ما بينه وبين الشريك لتدخله في مسألة معينة أو لمحاولة فرض رأيه عليك أما بالنسبة لساعات ما بعد العصر الأمور جيدة ودعميتك بقوة أما بالنسبة للبيت الثامن فهي تقريبا مثل البيت الشراكة يعني متقلب على مرحلتين لغاية ساعات الظهر بتكون الأمور ضاغطة التزمات أو أمور بنكية أو مالية أو بعض المسئوليات المالية المهمة بتكون عليك أو المطالبات المالية لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر الأمور بتصير جيدة فممكن أنك تحصل بعض الأشياء اللي بتعود لك أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايفه ضاغط عليك بقوة فعشان هيك أي اتصالات خارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن شوي يكون فيها نوع من أنواع الحدية أو ممكن تنزعج من خبر بيجيك من خارج البلاد أي أمور طارئة إلها علاقة بالقضايا القضائية أو الأوراق القانونية بدك تدير بالك في هذا اليوم لأنه مش لصالحك أما على مستوى الاهتمام بأمور مثلا زي لغة جديدة أو هذا بدها تركيز واللي عنده امتحان جامعي اليوم بده يركز بشكل كبير وما يعتمد على الحدود نهائيا وبده يدرس بشكل قوي أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة بيعزز بعض النقاط الإيجابية اللي ممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال المهمة على مستوى الشركات أو المؤسسات الكبيرة وممكن حتى زملائك أو رؤسائك بالعمل ينظروا لك بعين الإعجاب أو يوكلوا لك أمر كان صعب أنه يوكل لك في الفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف على مستوى بيت الأصدقاء شوي الأمور فيها نوع من أنواع التقلب بالمزاج خلال هذا النهار فلحظات بتلاقي حالك بدك تتواصل مع بعض الأصدقاء ولحظات بدك تصير تتهرب من بعض الأصدقاء هذا التقلب في المزاج ممكن يسبب لك نوع من أنواع التوتر صحيح أنه البيت مش ضاغط كثير ولكن بدك تمسك حالك أنه لو حاول أحد الأصدقاء يفرض رأيه عليك أنك ما تعصب أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة يعني بتقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم بشاء صحي أو معلومات إلها علاقة يا بمستشفيات يا فحوصات مستشفيات يا بعض الأدوية برج الأسد طبعا اليوم بتنهمكوا في إدخال تعديل على مساكنكم منكم ممكن يغير سكنه بميل أفراد العائلة إلى مد يد العون ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك ممكن تنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية يعني تبدو شوي في نوع من أنواع القلق وممكن تتذمر لأقل الإشارات طبعا السبب أنه بما أنه القمر موجود في البيت الرابع فكل اهتماماتك اليوم بتكون على مستوى المنزل أو على مستوى العائلة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا بشوف أنه شوي نفسيتك اليوم متقلبة في نوع من أنواع يعني الصراع الداخلي موجود عندك ما بين الروتيني أو نوع من الإحباط أو الملل أو نوع من أنواع الكسل ولكن بتمشي اليوم بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى المالي يعني ممكن بعض موليد برج الأسد يحصلوا على بعض الأموال تيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو نوع من أنواع المساعدات ولكن تغثر عندك المصاريف أو المشتريات خلال هذا النهار حاول أنك ما تشتري أشياء مش محتاجها أما بالنسبة للبيت الثالث شايف الأمور أنا يعني جيدة أو روتينية بمعنى آخر على مستوى الاتصالات والتنقلات والاهتمام بالحركة يعني روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا النهار على حسب طبيعتك أنت بتكون اللي عنده امتحان مدرسي يعني أساسيات مثلا الابتدائي والثانوي بده يدرس بشكل جيد إذا عنده امتحان أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت البيت يعني بدعمك ببعض الإيجابيات مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات وبعض السلبيات بدك تحذر منها أما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني على المستوى العاطفي فتواصلك روتيني مع الأحبة ممكن يكون طبيعي جدا على حسب طبيعتك بدون ما تتقمس لشخصية جديدة ولا أنك تغير من نفسيتك أو أنك تعصب بالعكس أمورك يعني هادية على المستوى العاطفي أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل جيد جدا فأنت مشحون بطاقة كبيرة اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة وفي منكم ممكن أنه إما بيراجع لمسألة صحية أو بيهتم بشؤون الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور ضاغطة على مستوى بيت الشراكة فهي بتسبب لك بعض التأزمات ما بينك وبين الزوج أو الزوجة يا ردات فعل يا سوق خلاف معين يا حدية بالطباع يا تصرف شوي يكون فيه نوع من أنواع الفضاضة بالكلام بدك تمسك لسانك عشان ما تعصب أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايفه يعني إجمالاً ما فيه بعض الالتزامات والاهتمامات المالية ولكن بتقدر تديرها بشكل جيد خلال هذا النهار إذا أنت حبيت إنك تديرها أما بالنسبة للبيت التاسع فهي جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض الأوراق القانونية أو المعاملات القانونية أو حتى أمور إلها علاقة بأوراق سفر أو هجرة أو إقامة أو أشياء من هذا القبيل كلها بتدعمك بشكل قوي اللي عندهم امتحانات جامعية اليوم بيبدعوا في امتحانهم ولكن بدهم يركزوا بنصحهم بالدراسة ما يعتمدوا على الحضوض كثير أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور جيدة صحيح فيه نوع من أنواع التوتر بنحاول نقولك إنه ما تتأخر عن عملك وما تحاول إنك تعمل مشاكل ما بينك وبين زملائك بالعمل ورؤساك بالعمل وباقي اليوم يعني من ساعات الظهر بتصير إيجابية وجيدة بتقدر تنجز كثير من الأعمال أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور جيدة على مستوى الأصدقاء ممكن تتواصل مع بعض الأصدقاء أو صير تفاهم ما بينك وبينهم ولكن إذا طلبت شيء من صديق ممكن اليوم يفشلك وما يجاوبك بشكل مباشر أو يأجل طلبك لأيام قادمة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور جيدة أنت مدعوم بطاقة كبيرة بتقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة خلال هذا النهار وفي منكم ممكن يهتم بمسألة إلها علاقة بالأدوية أو بالمستشفيات برج العذراء طبعا بما أن القمر موجود في بيت حليف لائلكم في بيتكم الثالث بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات السفر طبعا ممكن تنقلات ما بين المدن أو اهتمام بأوراق سفر أو تنقل من مدينة لمدينة أو الاتصالات اللي بتكون على أنواعها يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة أو تغيير جو أو إنك تتحرك باتجاه معين نوع من أنواع الترفيه لتعزيز العلاقة ممكن برضو مع أخ أو جار تكون برضو ممتازة هاي اليوم برضو بتقدر تكون بمفاوضات حثيثة ومفيدة عبا عن رأيك وفاوض بجراءة تتميز بسرعة الخاطر والقدرة على إيجاد الحلول طبعا الأمور إيجابية بالنسبة للبيت الثالث ولكن برضو بقولك أنا دير بالك من العصبية لأنه بيغلب على طبعك العصبية وخصوصا في ساعات الظهر أما بالنسبة للبيت الأول فهو جيد أنت اليوم مشحون بطاقة كبيرة يعني عندك ثقة عالية بنفسك وبرضو في نفس اللحظة ممكن تهتم بأمور الهيلاقة بالتجميل أو التغيير أو تغير حتى من نفسيتك أما بالنسبة للبيت الثاني يعني الأمور يعني على المستوى المالي متقلب خلال هذا النهار ممكن تنضغط ببعض المسائل المالية في ساعات الظهر إما دفعات أو التزامات أو بعض الأمور كمشتريات ولكن دير بالك من المشتريات الغير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع جيد على مستوى البيت بيدعمك بشكل قوي إما بأمور بيتية أو منزلية أو بأحد أفراد العائلة أو اهتمام بنقاش معين أو لقاء عائلي كلها أمور إيجابية وبتدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه الوضع العاطفي عندك متقلب خلال هذا النهار بغلب عليك نوع من أنواع الحدية في الطباع ممكن تنزعج من حبيب أو ممكن تعصب من تصرف معين أو سوء تفاهم معين يقلب أو يقلب من مزاجك خلال هذا النهار لغاية ساعات العصر وبعدين الأمور بتصير جيدة أو بتصير مدعوم بجو عاطفي جيد أما بالنسبة للبيت السادس فهو ضاغط على مستوى العمل بيتراكم العمل عندك ممكن تتأخر عن دوامك خلال هذا النهار ممكن أنه شوي برضو الشؤون الصحية تظهر على الساحة تعب أو إرهاق أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السابع فهي جيدة على مستوى الشركاء يعني الأزواج فممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التقابل على مسألة معينة ممكن مصالحة ممكن إنسجام عائلي أما بالنسبة للبيت الثامن فشايف الأمور المالية المشتركة جيدة لغاية ساعات العصر بعدين الأمور بتصير ضاغطة عليك عشان يكي يهتم في ساعات الصباح إنجاز كثير من الأمور الليلها علاقة بالبنوك بالشكات بالالتزامات بالديون بالمطالبات بالمؤسسات المالية زي البنوك أو الضريبة أو التأمين كلها هاي بتكون جيدة لغاية ساعات الظهر تقريبا بعدين بتصير روتينية استغل الإيجابية اللي فيها أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأوراق قانونية أو معاملات أو أشياء إلها علاقة بالامتحانات اللي عنده امتحان اليوم خصوصا على المستوى الجامعي بيكون الوضع إيجابي أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة ما زال ضاغط عليك عشان هيك منقول لك دير بالك اليوم من أي تصرف مخالف للقوانين أو أي شيء بشوه سمعتك بدأك تحافظ على سمعتك بشكل جيد وحاول إنك تنجز أعمالك بمساعدة زميل أو رئيسك بالعمل بدون حدية أو عصبية أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور على مستوى الأصدقاء شوي بتتخربط عندك اليوم فممكن شوي هيك يصير بعض الالتباسات أو سوء التفاهم ما بينك وبين صديق أو ممكن تطلب من صديق شيء معين وما يفي بالغرض أو ممكن إنه ما يتجاوب معك أو يأجل الموضوع ليوم آخر أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور متقلبة خلال هذا النهار عشان هيك منقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول إنك تنتبه لغذائك بشكل جيد وخذ قسط كافي من الراحة وما تحاول تدخل بنقاشات حادة برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم الفرصة المتاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي بتتحسن عندكم المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس ممكن تختفي الهموم وبتطمئن هواجسك شوي وضف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غربية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا على المستوى النفسي إيجابية إلا أنك أنت خايف أو متخوف من مسألة معينة شوي مسوسيتك أو مقلقيتك خلال هذا النهار حاول أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تخلي السلبية تطغى عليك أما بالنسبة للبيت الثاني مثل ما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث روتيني على مستوى اتصالاتك وتواصلك مع الأشخاص اللي بتعرفهم حتى على مستوى تنقلاتك يعني بتكون روتينية على حسب طبيعتك في منك اللي عنده امتحان اليوم بده يدرس بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض نهائيا أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت رغم أنه فيه سوء تفاهم ممكن يصير أو حدية بينك وبين أحد أفراد العائلة إلا أنه إجمالا تقدر تنجز كل أعمالك الضرورية البيتية وممكن يصير فيه خبر يعني يسعدك إلى علاقة بالبيت أما بالنسبة للبيت الخامس فهو ضاغط بشكل قوي جدا على المستوى العاطفي بشكل سلبي فعشان هيك ممكن تحتد وتعصب بسبب تصرف صديق أو حبيب وممكن أنك شوية هيك تأخذ على بالك حاول أنك ما تكبر المشكلة أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة خلال هذا النهار وفيه منك رح يهتم بشاء صحي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور تقريبا يعني روتينية على مستوى بيت الشراكة إلا أنه في ساعات الظهر ممكن يصير خلاف أو سوء تفاهم أو حدية في الطباع على مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي وخاصة على مستوى الأموال المشتركة أو الأمور اللي إلها علاقة بالبنوك أو المؤسسات المالية أو بعض الديون أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد بيدعمك بشكل قوي على أي إشي اسمه اتصالات خارجية أو تواصل مع أساسات تعليمية أو تواصل على مستوى القضايا قانونية أو على مستوى اللي بيشتغلوا بالشركات زي الاستراد والتصدير كلهم هذولا اليوم بتكون عندهم حضوظ عالية جدا في هذا البيت وفي منكو ممكن اليوم اللي عنده امتحانات جامعية يدم امتحانات بشكل رائع أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور مشحونة بطاقة إيجابية على مستوى بيت السمعة فاليوم تقدر تدافع عن سمعتك بشكل قوي وفي منكو رح ينجز أعمال كان صعب أنه ينجزها في الأيام الماضية حتى أنه يلفت نظر إما زملاءه بالعمل أو رؤساءه بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد جدا ممكن يصير فيه تعامل ما بينكو بين صديق أو معرفي خلال هذا النهار أو تطلب شيء معين من صديق فيلبي الطلب لا إلك ولكن برضو بدك تدير بالك أنه مش أي صديق يعني بدك تعرف تختار الصديق المناسب للطلب المناسب لأنه في بعض الأصدقاء ممكن أنهم يأجلوا الموضوع ليوم آخر أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى بيت المتاعب فاليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة وممكن اليوم حتى تهتم بمسائل إلها علاقة بالصحة أو مراجعة لطبيب على مسألة معينة وبتكون الأمور مطمئنة برج العقرب طبعا أنتوا اليوم نشيطين وحيويون وبينجذب إلكوا أفراد الجنس الآخر القمر موجود عندكم بادروا إلى خطوة جديدة من شأنها تدعين مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر يكون سعيد ويسعدك بشكل أكبر بتنتعش العواطف عندك وبتزدهر للقاءات ممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير هذه تعتبر برضو من أفضل فترات خلال هذا الشهر أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى المالي يعني روتيني ما فيه لا شيء إيجابي ولا سلبي ولكن في ساعات الظهر ممكن تنشغل في بعض المصاريف أو المشتريات حاول أنك أنت ما تصرف في المكان الغير مناسب أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والتواصل مع أشخاص يعني بمحيطك أو التسويق لأشيء معين ممكن تكثر اليوم بالحركة والنشاط وبرضو في اللي عندهم امتحانات اليوم بيدموا بشكل ممتاز أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت فيه بعض الضغوطات أو بعض الأشياء الضغطة عليك ممكن أنه يصير حدث معين إلو علاقة بالعائلة شوي يوترك أو يقلقك من مسألة معينة حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تتجاوب مع هاي المشاكل أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي فهي ممتازة جدا أنت مشحون بطاقة عاطفية قوية جدا بتقارب ما بينك وبين الحبيب اليوم وممكن يصير فيه تلاقي أو مصالحة ما بينك وبين حبيب أما بالنسبة للبيت السادس فهو روتيني تماما على مستوى بيت العمل وبيت الصحة يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتك ولكن منقول أنه اهتم بشأنك الصحي يعني ما تهمل على أساس أنه ما تجيك أعراض مفاجئة أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة يعني فيه تقريبا روتيني ولكن فيه ساعات الظهر ممكن تحتد من سوء تفاهم من عصبية من ردة فعل سلبية يعني أشياء من هذا القبيل حاول أنك تمسك عصابك وما تنفعل وما تتهور أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة جيد ممكن اليوم تحصل بعض الأمور المالية ممكن تهتم بمسائل مالية إلى علاقة بقرض أو بنك أو شكات كوميالات أشياء من هذا القبيل وممكن تجيك بعض البوادر اللي تساعدك في الأيام القادمة للتخلص من مأزق معين أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل قانونية أو أوراق قانونية وفي من كل عندهم امتحانات جامعية اليوم بيدموا بشكل ممتاز جدا أهم شيء أنه تدير بالك أثناء التنقلات على الشوارع المكتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور جيدة يعني بتدعمك بشكل قوي ممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع يعني الأعمال لزيادة بس أهم شيء أنك ما تتذمر منها بتقدر تنجزها بكل ثقة ولكن فترة الصباح لغاية الظهر اعرف أنها هاي ضغطة بشكل كبير عليك حاول أنك تمسك أعصابك ما تنفعل وما تعصب لا عزميل في العمل ولا عرئيسك في العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور جيدة ومدعوم أنت بعلاقة صديق معين ممكن اليوم تلجأ له بطلب معين أو مساعدة أو استشارة يلب النداء ويساعدك بكل ثقة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور جيدة أنت مشحون بطاقة كبيرة إيجابية ممكن اليوم تتجاوز كثير من المخاوف وفي منك رح يهتم بشؤون إلى علاقة بالصحة أو الوزن أو أشياء علاقة ببعض المكملات الغذائية أو أكل غذائي معين يعني على أساس الحفاظ على الصحة وفي منك رح يهتم بمسألة بتتعلق بأحد الأحبة إلها علاقة بالمستشفيات أو بالصحة برج القوس طبعا يوم آخر غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر بس إنجزوا فقط اللي بوسعكم إنك تنجزوا من عمل الضروري وإخلدوا للراحة ابعد عن المغامرات والرهان على الحظ ممكن تعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهميش إنك ما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحضوظ طبعا السبب إنه موجود القمر ببيت المتاعب العقرب فعشان هيك يبدأك تصبر يعني خلال اليوم اليوم القادم لثمانية الشهر إن شاء الله القمر بنتقل عندك بتصير الأمور إيجابية إلك أكثر أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا يعني روتينية مش إشي لا إيجاب كثير ولا سلب كثير عشان هيك بتقلب عندك المزاج على أكثر من مرحلة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني يعني شايف الأمور على المستوى المالي بتكون مضغوط ماليا لغاية ساعات الظهر يعني التزامات أو مشتريات أو بعض يعني الرواسب المالية اللي ممكن تأرقى خلال هذا النهار ولكن بعد ساعات الظهر الأمور بتصير إيجابية فمنكم ممكن يحصل على بعض الأموال اللي ممكن تيجي يا من عمل إضافي يا إما إنها تيجي يعني نوع من أنواع الهدية أو الهبة أما بالنسبة للبيت الثالث فعصبيتك اليوم ظاهرة جدا فعشان هيك منقول لك دير بالك من المواجهات أو المشاحنات أو النقاشات الحادة حاول إنك تنتبه أثناء القيادة والتنقلات اللي عنده امتحان بده يستعد بشكل جيد وخصوصا اللي على المستوى أو المراحل الأساسية زي ابتدائي وثانوي اللي هي المراحل المدرسية هدولا بدهم يستعدوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمور جيدة يعني ما فيه أي اضطرابات ما فيه أي عصبية ما فيه أي شيء بوترك بالعكس اللي كان يوترك في الأيام الماضية اليوم ممكن أنك تلاقي شوي هدي ممكن بعض الالتزامات أو النشاطات البيتية الروتينية مثل أعمال أو بعض الأشياء الإنجازات البيتية ممكن يكون فيه لقاء عائلي أو شيء يطمنك يعني بسبب ظرف معين عائلي أما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني تماما على المستوى العاطفي ما فيه لا إيجابيات ولا سلبيات على حسب طبيعتك أنت والحبيب اليوم بتكون معاملتكم أما بالنسبة للبيت السادس يعني بدك تحاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار ما تخلي الأعمال تتراكم عندك وفي نفس اللحظة بدك تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة بين الأزواج والشراكة المالية يعني شوي بده يكون فيه نوع من أنواع المسايرة لأنه ممكن اليوم يصير فيه سوء تفاهم أو خلاف معين حاول أنك تتجاوز بدون عصبية وبدون انفعل ولكن الأجواء إجمالا هي روتينية أما بالنسبة للبيت الثامن يعني على مستوى الأموال المشتركة ممكن اليوم يجي خبر هيكي طمنك أو أنك ترتاح من مسألة إلها علاقة بالقروض أو الديون الكبيرة أو المسائل البنكية أو القضائية ممكن شوي يصير فيه أشياء طمنك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمعاملات كأوراق سفر أو إشيء العلاقة بالهجرة أو أشياء العلاقة بالقضايا القضائية أو أوراق قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فعلى مستوى بيت السمعة نقول لك لغاية ساعات الظهر بدك تدير بالك ما في داع أنك شوه سمعتك بأي تصرف أو حدية أو عصبية خلال هذا النهار لغاية ساعات الظهر وبعدين الأمور بتصير جيدة بتدعمك بشكل قوي ممكن تنجز بعض الأعمال المهمة خصوصا إذا كنت بتعمل من ضمن شركات كبيرة أما بالنسبة لبيتك 11 فبعض الأصدقاء ممكن يخيبوا آمالك خلال هذا النهار ممكن تظهر بعض الظروف الضاغطة ممكن تلجأ لصديق خلال هذا النهار ولكن أنه ما يتجاوب معك أو إذا طلبت منه طلب ممكن يأجلك لأيام قادمة لحديث ما يستجيب لك أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة بمدعوم أنت بطاقة جيدة يعني مش سيئة كثير زي ما ذكرناها في بداية التوقعات برج الجدي بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق هاي فترة مميزة للتحالف للتعاون وللمشاركة الفعلية اقتنس لا إعلان رأيك وللحصول على موقع معين اتفاعل مع المسؤولين بمرونة ما اليوم تقريبا بنقولك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما نوصل لثمانية الشهر لأن القمر بصير موجود بالقوس ببيت متاعبك فرح يضغطك الفترة القادمة حاول أنك تنجز كل الأعمال الضرورية في الأيام هاي قبل ما توصل لفترة وجود القمر في بيت المتاعب أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم متقلب يعني لغاية ساعات الصباح بتكون الأمور ضغطة عليك شوي ولكن بعد ساعات الصباح بتصير الأمور جيدة نفسيا بتكون مرتاح وبرضو عندك حيوية وطاقة إيجابية خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني يعني في مسائل مالية ضغطة عليك شوي ممكن تترك خلال هذا النهار ممكن بعض المصاريف أو المشتريات أو بعض التأزم المالي على مسألة معينة شوي تحس حالك أنك انضغطت يعني بإلتزامات زيادة حاول أنك تبعد عن المشتريات الغير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والنقاشات وحتى على أنك تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا النهار فيه منك رح ينشط بأمور إلها علاقة بالتنقلات أو بأمور إلها علاقة بالتسويق اللي بيشتغلوا في المجالات اللي فيها زي النشر والكتابة والصحافة اليوم أمورهم جيدة أما اللي عليهم امتحانات على المستوى الأساسي يعني مثل ابتدائي وثانوي بدهم يدرسوا ويستعدوا بشكل جيد خلال هذا النهار وما يعتمدوا على الحظوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت يعني في ساعات الصباح ممكن يطمئن بالك لخبر معين وممكن يصير شيء على مستوى البيت جيد بيدعمك بشكل إيجابي وممكن يصير نوع من أنواع التفاهم أو التأقلم بينك وبين أفراد العائلة في بعض الأمور الروتينية اللي أنت بتقوم فيها مثل صيانة ترتيب مشتريات أشياء بهذا القبيل كلها بتمشي على أكمل وجه أما بالنسبة للبيت الخامس فالمستوى العاطفي متقلب خلال هذا النهار فعشان هيك من يقول لك يعني بدك تدير بالك من سوء تفاهم أو من حدية في الطباع ما تحاول أنك ترمي اللوم كله على الحبيب حاول أنك تشوف حالك أنه أنت برضو الأمور بتمشي قاعدة بتضغط عليك شوي شوي فممكن أنت اللي تتصرف تصرف غلط فيستفز الحبيب وممكن من خلالها يصير فيه نوع من أنواع التوتر أما بالنسبة للبيت السادس يعني اليوم تقدروا تنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منكم ممكن يهتم لمسألة صحية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة بين الأزواج الأمور جيدة ممكن اليوم يعني سوء تفاهم بسيط يصير فيه ساعات الصباح أو الظاهرة ولكن كل الأمور بترجع لنصابها بشكل ممتاز أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة فأنا شايف الأمور برضو روتينية ممكن تهتم ببعض المسائل المالية اللي إلها علاقة بالدوائر الحكومية أو البنكية أو بعض المصاريف اللي إلها علاقة بتأمين بضريبة بأشياء من هذا القبيل ممكن تهتم فيها ولكن أنه لا إيجابية عليها ولا سلبية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا بيدعمك على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بمعاملات السفر أو شؤون الأمور الهجرة أو التنقلات أو حتى في أمور الامتحانات الجامعية كلها جيدة وممتازة حتى اللي عندهم معاملات قضائية اليوم بتكون لصالحهم أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور يعني شيئا ما بدك تحافظ على سمعتك ما في داعي للتهور أو للإندفاع أو للمغامرة خلال هذا النهار وإنجز الأعمال الضرورية والمهمة بالتعاون مع زميل أو مع رئيسك بالعمل لغاية ساعات العصر وبعدين الأمور بتصير كلها لصالحك أما بالنسبة لبيتك الـ 11 كما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيت المتاعف فهو جيد هو حاميك بشكل قوي جدا لدرجة أنه اليوم ما تخاف من أي شيء بالعكس بتقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة والضرورية خلال هذا النهار وممكن يهتم بشأن صحي إله أو لأحد الأحبة برج الدلو يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تحسين على عمله واللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته نيل رضى المسؤولين حافظ على هدوءك ما تحاول إثارة الفتن هاي فترة مهمة وبتمنحك كثير من الأشياء المهمة وبرضو فيها نوع من أنواع الامتحان اللي بيمتحنك بيشوفك جاهز ولا غير جاهز أهم شيء أنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك يعني القمر موجود في بيت السمعة عندك بيتك العاشر فعشان هيك بعطيك هاي الأخبار أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور ضغطة عليك على مستوى النفسي فاليوم ممكن يكون عندك بعض الضغوطات النفسية أو العصبية أو التوتر أو أنك تكون قلقان من شيء معين أو يعني نوع من الوسواس أو الأوهام أو أشياء من هذا القبيل أتركها كلها على جانب هيك ويشحن حالك بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي ممكن اليوم تلوح بعض الفرص المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو الهبة أو المساعدة أو نوع من أنواع الهدية بتيجيك بشكل جيد وبتدعمك بقوة وخصوصا من الآن لغاية ساعات العصر أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي عشان هيك اتصالاتك ونشاطك وامتحاناتك كلها بتكون بشكل روتيني إذا كان عندك امتحانات مدرسية حاول أنك أنت ما تعتمد على الحظوظ تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمور برضو فيها نوع من أنواع الهدوء معني في نوع من أنواع المسالمة حتى على مستوى البيت بتعمل الأشياء المطلوبة منك والمفروضة منك ومفروضة عليك وفي منكم ممكن يهتم بشاء عائلة أهم شيء أنه في ساعات الظهر ما تعصب وما تمفعل وبتمشي الأمور كلها بخير أما بالنسبة للبيت العاطفي بيتك الخامس يعني روتيني على حسب طبيعتك أنت والحبيب اليوم بتتعاملوا إذا كنتوا متأقلمين مع بعض الأمور ممتازة إذا كان فيه نوع من أنواع الخلاف ما بينك ممكن تحتدوا وتعصبوا أنتوا الطرفين أما بالنسبة للبيت السادس فهو ممتاز جدا بيدعمك على مستوى العمل فاليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة والضرورية عندك وفي منكم رح يهتم بشأن صحي أو مراجعة طبية لا دكتور أو لمستشفى أما بالنسبة للبيت السابع فهو متقلب جدا على مستوى العلاقة بين الأزواج فعشان هيك منقولك بتكديروا بالك من المشاحنات اللي بتيجي على فترات خلال هذا النهار ممكن تحتدوا وتعصبوا لأي سوء تفاهم أو لأي جدل امسكوا عصابك وقدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة فهو روتيني تماما يعني أي أموال ما بتعود لك يعني زي أمور قروض بنكية شكات كومبيالات التزامات ديون هاي كلها على حسب طبيعتك بتتعامل فيها خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فهو قوي جدا بيدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن يعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين شخص أو تسمع خبر يسعدك بيجيك من بعيد في منك ورح يهتم بشؤون قانونية أو أمور إلها علاقة بالسفر أو أمور إلها علاقة بدوائر مثل جوازات أو معاملات هجرة أو أشياء من هذا القبيل اللي عندهم امتحانات جامعية أمورهم اليوم ممتازة ولكن بما أنه بيت الحظ شوي بضغط عليهم فمنقول لكم يعني مش غلط أنك تدرس وتستعد لامتحانك أو لمقابلتك قبل ما تدخل عليه أما بالنسبة لبيتك العاشر فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 بدك تنتبه من بعض الأصدقاء اللي ممكن أنهم يعني يتقمصوا شخصية الصديق فأنت تركن عليهم في مسألة معينة وآخر شيء يطلع الموضوع كله تأجيل وعالفاضي وما تستفيد منه لا تضيع وقتك حاول أنك تهتم بمساء العلاقات العامة بالشأة الأشخاص اللي أنت بتثق فيهم أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد جداً اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة وممكن تتعاون مع بعض الزملاء أو رؤسائك بالعمل وفي منك راح يهتم بشأن صحي إما إلو علاقة بالتغذية أو ببعض الفيتامينات أو المكملات الغذائية أو مراجعة الطبيب برج الحوت طبعاً بيصلكم اليوم خبر سار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحبائكم يوم مناسب لإجراء مقابلة بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة يعني ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار خلال هذا النهار يعني تعتبر هاي الفترة من أفضل الفترات اللي بتمر خلال هذا الشهر بتكون الفترة فيها كثير من الحركة والاتصالات بتشكل محطة انطلاق بورشة جديدة أما بالنسبة للبيت الأول فهو جيد جداً بيدعمك اليوم نفسيتك أحسن مرتاح عندك طاقة كبيرة برضو عندك اهتمام بنفسك عالي جداً خلال هذا النهار مشحون بطاقة إيجابية ما تسمح لحدا أنه يعكر مزاجك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور ممتازة برضو ممكن تلوح بعض الفرص المالية خلال هذا النهار اللي منها ممكن يكون إيجابي جداً ممكن تحصل على مال بيجيك يا إما من عمل إضافي أو بيجيك على شكل هدية أو منحة أما بالنسبة للبيت الثالث هنا بقول لك بدك تدير بالك من شغلات إلها علاقة بالتنقلات خصوصاً يعني ما تكون طايش أثناء القيادة وفي النقاشات ما تعصب وما تحتد كل الأمور إيجابية ولكن حبيت أن أنبه لهاي النقطين أهم إشي اللي عندهم امتحانات مدرسية يعني يركزوا بشكل جيد وأمورهم جيدة أهم إشي أنه ما يستعجلوا في الإيجابة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمور ما زال فيها نوع من أنواع التوتر ولكن مش هالإشي الكبير يعني هي نوع من الالتزامات أو الترابط العائلي ممكن تختلف أنت وبعض أفراد العائلي على مسألة معينة ولكن أنه ما تسمح للأمور أنها تكبر وتصير مشكلة تتجاوزها بكل سهولة وفي منك ورح ينشط بأعمال روتينية معتادة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأمور جيدة أنت مدعوم بطاقة جيدة على مستوى الحب فممكن اليوم تتواصل مع الحبيب أو يصلك خبر جيد أو يكون فيه نوع من أنواع المصالحة الرائعة أما بالنسبة للبيت السادس فعلى مستوى العمل الشوي بدك يتركز ما تتسرع في منك ورح يتراكم عنده بعض الأعمال خصوصا الأعمال الضرورية يعني حاول أنك تتعاون أنت وصديق أو زميل على إنجاز بعض الأعمال المهمة وحاول أنك تنتبه لصحتك أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور على مستوى الشراكي جيدة مدعوم بطاقة كبيرة في توافق عالي جدا ما بينك وبين الشريك وخصوصا الأزواج يعني ممكن يكون مصالحة أو تلاقي على مسألة معينة أو اتفاق على خطة قادمة أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة شوي في نوع من أنواع الضغط إما مسائل حسابية أو ديون أو قروض أو أمور إلها علاقة بالمنوك يعني ممكن تهتم فيها بشكل كبير أو تأرقك مسائل لمراجعة لدوائر حكومية أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك العاشر جيد بيدعمك على مستوى اللي بيشتغلوا بالعمل مع المؤسسات الكبيرة اليوم ممكن تنجز عمل يلفت الأنظار لرؤسائك بالعمل أو زملائك بالعمل وفي منكو ممكن اليوم يحقق إنجاز رائع بالتعاون مع زميل أو مع رئيسه بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فما تتأمل خير بالأصدقاء أشباه الأصدقاء لأنه ممكن يخذلوك خلال هذا النهار أو ممكن إنك تأتي من واحد على سرك ولكن هو يفشي ما تأخذ كلامهم بالثقة الكاملة يعني حاول إنك تدقق بكل كلام بيحكوه على أساس إنه يطمئن بالك يبل ما تأخذ بكلامهم أما بالنسبة لبيتك 12 فهو جيد جدا بيدعمك بيت المتاعب ممكن اليوم يصير فيه يعني بعض التراخي في مسائل بتكون مهمة حاول إنك تنتبه ما تضيع الفرص من إيدك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار ما تخلي الأعمال تتراكم عندك وبرضو انتبه لوضعك الصحي حاول إنك تتراعي بشكل جيد في منكم ممكن يكون عنده مراجعة لمستشفى أو لطبيب أو الاهتمام بصحة أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر